عدنا والعود أحمده إذن سأحاول أن نتطرق إلى الإصلاح الجديد هذا الإصلاح الجديد دي الأنظمة التقاعد هذا الأنظمة التقاعد بشتفهم اللي تجري أن هذه الأنظمة دي التقاعد بدأ الحديث فيها منذ 1996 حكومة التناوي وتقرر في 1997 باش المتقاعد يستفد من تعويضات ومن آخر أجر يضاف الأيض إذن لأنه قبل ما كانت تعويضات ما تتحسبش في المعاش قبل من 97 وهذا الإضافة دي للتعويضات باش يقول اللي المتقاعد يستفد منها ما جاتش يعني مجانا فكان هناك ما يصطل عليه بلغة الشر يعني الشراء دي للتعويضات وتم البرمجة دي الاقتطاعات دي لهاد اللغة الشر باش يولي المتقاعد يستفد من التعويضات بزيادة على الراتب الأساسي على الصرير دوباز يعني خلال عشر سنوات من 97 حتى 2007 دي الاقتطاعات إذن الدو شراو والدو التامان يعني ماديا من الاقتطاعات من لسوخش لسوخش يعني من المنبع إذن من 2003 دخلوا 2004 2003-2004 دخل هذا الإصلاح دي الأنظمة التقاعد إلى مكاتب دراسات وبقيت هناك بقيت واحد المسار في مكتب دراسات والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين إلى آخيره حتى 2013 2013 خرجت واحدة توصية دي الإصلاح منذ يعني صنادق التقاعد وكانوا نادوا هذه الساعة كانوا نبهوا هناك إفلاس إلى آخره والإفلاس لو أنتم ما عرفتموا كيفاش دار هذه الإفلاس ودائما الواحد التي قوم بالإفلاس يفلتوا من المسألة ومن يدفع التامان دائما هم المتقاعدون والموظفون إلى آخره وبقاوا غادي انتا 2016 2016 جاء يعني السيبرمن سيبن كيران وكان غادي غادي وهذاك العام غادي يرولي غادي يرولي البلوكاز هو ينزل هذاك الإصلاح المقياسي المحض لم يرحمش فيه الموظف كل شي جاء مقياسي محض على يعني على حساب الموظفين يعني طبق بالحجافر ديالو يعني جميع الإملاءات في الصندوق الصندوق الماني حوال صندوق النقل الدولي فقام بي يعني بإصلاح مقياسي لصندوق التقاعد والجميع يعلم يعني التأثير السلبي على المعاشات ديال المتقاعدين من بعد 2017 أنه بدلا من احتساب آخر أجر ولو تيحتسبوه يعني الوعاء ديال 26 الموين ديال 96 شهر الأخيرة وهذا رات أضروا منه بزاف ديال 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 المتقاعدين من بعد 2017 ثانيا زيادة في الاشتراكات لدفعها الموظف أيضا لما كانت عنده التشهيد في هذك الإفلاس المزمع هذك الساعة اللي قالوا شهر وبيه وقالوا أنه كان إفلاس حتى لو كان إفلاس في حين نرى بعين مزدوجيتين كانوا خرجوا وحدين مخبرة من صناديق التقاع وقالوا بأن نرى ما كان حتى إفلاس في ذلك الوقت مهم قالوا بأن هم سيضروا بريكولاج غير بريكولاج باش يأخروا قال لك هذا إفلاس ديال صناديق التقاع لي ولي ما يفرش بالتزام ديال و بالأداء ديال المعاشات هاد الشي اللي ما عمروا غيكون أصلا عمروا ما يجوا الشيء عاروا ما يخلطوا سم يعني المتقاعي دي ميمكنش لأن السلم الاجتماع ما عنده الشيء تمام إذا قلنا الوعاء ديال احتساب لموين ديال 96 شهر ديال الأخيرة وأيضا زيادة في السن من 62 إلى 63 لأصبح سن قانوني وداروه بالتدرج كل سنة يزيد 16 إذن قلت قبل من 16 شهر ديال أو 4 شهر قلت بأن سيصلاح أنظمة التقاع ودر في 2023 لأن حاسبين هنا 2022 سيستوف ويكمل ذا الإصلاح الأول الآن 63 هي القانون يعني السن القانوني للتقاع أو 1 سن 63 الآن سيبدأ في الإصلاح الشمولي اللي تقولهما شمولي اللي كان مبرمج هذيك الوقت في أن سيكون إصلاح شمولي لأن بالزاد خرجت بها التوصيات ومن بينها هذا الإصلاح البقياسي الأول والإصلاح الثاني اللي سيكون عبر قطبين وفق قطبين قطب عمومي يعني وقطب يخص القطاع العام وخص للقطاع الخاص هذا الشيء ليش هو أصلا مرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية التعميم الحماية الاجتماعية اللي غيكون هنا كشكل غدير المتقاعدين هما اللي غادي يكونوا متضررين ورغم ذلك غيكونوا كمتضامنين مع هؤلاء اللي غادي يقولوا بأن همرا غادي وما غادي يقولوا استفاد هذا الشيء لشيء أنا قلت لكم من يجا في المرنامج الانتخاب ردخل للحماية الاجتماعية وقال لك اللي عندي 65 غادي ولي يتخلص تاوى الى آخير ونزل ثاني من 1240 اللي كان يمكن لك تستافد من التقاعد ديال هادو اللي غادي يقولوا مستافدين والأغلابية اللي غادي يقولوا داخلين تستافدوا من هاد الإصلاح الشمولي ديال صناديق التقاعد إذن هاد 60% رأوا مشكل اللي غادي تضرر هيتضروا المشا اللي كانوا متقاعدين واللي كانوا بناء هاد هاد صناديق التقاعد بالاشتراكات ديالهم هايقولوا هاد 1320 اللي كان خاصهم يدفعوا هاد التسبو اللي تسبو في هاد وما الناس اللي كانوا ما تصرحوش صريح كامل بالعمال ديالهم كاللي كان قاعد ما تصرحش وكاللي كان تصرح وتيصرح بالأيام ناقصة هاد شي باش تيتفاجئ العامل فتاة يخرج لان تريد تلقى ما عندوش القانون باش يستوفي ويستفد توا من تقاعد ديال شي خوخة اللي كان تيبدأ من 340 يوم اليوم راه بطول 4 320 إذن الوعاء ديال استفادة للناس اللي غير يستفد ويقال انه راه غير يصل 60% اللي غير يدخل وتاو ما يستفد إذن هنا راه تشوف هنا يرام دوك المهندسين ديال المالية ولي آخر غير تدير شي حاجة غير يكون برمجينة في حين الدولة تعطي لهذا وكل يعني المقاولة تدقيهم إعانات وتدقيهم دعم إلى آخر ولكن هما اللي كانوا تسبو اللي كانوا مال لأنه ما كانوا مراقعة لصارمة وكال أغلبية ما تدكر ريش تدكر أيام العمل اللي ما تدكر ريش قاع شو واحد يقول لي ديال يجري عليهم والناس مثلا يريد يخدم وما ما عنده شعر تأتي يتفاجع بالتقاعد وما عنده يعني الحق في التقاعد تال هنا هنا لي أو يأتي يزير عليهم باش كل شي يبدو يصر حق بأيام العمل بالنسبة للأجارة والعمال اللي نتنظره في القطاع الخاص أما القطاع العام كل شي يبدأ من حد يخدم من نار تأتي ولي تأتي لصناديق التقاعد إذن نعرج هنا إلى إصلاح دي الصناديق التقاعد إذن هنا خاص لا بد الاتفاة إلى المتقاعدين الاتفاة للمتقاعدين اللي أصلا ما أمرهم استفادوا من زيادة في المعاش منذ ألف وتسعمائة 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 ومن تزيد زيادة في المعاش ومار زيادة في حد الأدنى للمعاش وحتى من دار هنا تدير تخفيض ضريبي رادي من هم تشوف المعاش تبقى من عقل لصن شكو اللي سيستفد من تخفيض ضريبي نعرف بأن الناس المستهدافين لديهم معاش هشاشة في المعاش لا تستفد لأن 6.000 درم في المعاش شهريا ومدون هدو كمعفيين من ضريب إذن هش غادي يستفد ومغي يستفد وثاني من دار وثاني لا هدوك سميغ وقص ما قال لك غادي دقيت غادي جدا غادي جدا غادي بالتدرج غادي بشو من هنا الـ 28 لا غادي دقيت الـ 28 بقلي 6 سنين وزيادة الثانية ديال لحد الأدنى بالنسبة للوظيفة العمومية بالنسبة العام القطع العام اللي قال لك غادي يولي 3500 درهم 3500 درهم رأى مقسمة 10 طرعين يعني النص غادي يكون في شهو 2 بير 2022 والنص الثاني غادي يكون في 2023 شهو 2 بير 2023 وكما نطالب نحن بأن على الأقل خاصة سلالة سلالة المعاشات تهي تولي يتم الرفع من لاندي سدي لها باش يعادل على الأقل الحد الأزن الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع العام تولي تهي 3500 درهم على الأقل مادم تما تدير إصلاحات وهذه الإصلاحات دائما تدفع الموظفة إذن علاش متطول انتيازات المتقاعد وجميع المتقاعدين سألوا الترقية ديالهم خاصهم يتم مترقية ديالهم إنسل من الأعلى وهذا ما سيتهم إن شاء الله من الأمور غادي تم البرمجة ديالها إلى آخره في الحوار القطاعي أو في الحوار الإجتماعي ونسيت ما شرش لواحد هذا الإصلاح دير الأنظمة التقاعد وتنزيل ورش إصلاح ورش إصلاح الحماية الاجتماعية هذا بإصلاح شمولي يجمع يعني جميع الصندوق في قطب عمومي وقطب خاص وبالموازات سيتم إحداث تأمين إجباري عن التقاعد بحال كما كانوا داروا التأمين الإجباري عن المرض لامو غيدروا تأمين إجباري عن الطاق يعود باش يغطي لأن ما غير قوش دركيا حسب الإصلاح اللي غد يكون غد يكون يعني لمش تدار حسب المسود لتطرش ديال المالية فهو غيكون كاريتي تقول عن ذك 40 سنة يلا توصل 60% هذا كتير يعني مستقبلا غد يتقول لي هذا أظن أنه يقدر يتطبق في الخاص أما في العمون يعني يستحيل إذن هنا يفين داروا بالموازات داروا واحد تأمين تكميلي تأمين تكميلي لغيكون تأمين إجباري عن التقاعد هذا تقاعد تكميلي غيقولي يتزاد كتاو من التقاعد ستيفن هالكي مدارو كما قلت في التأمين الصحي الإجباري يلا مو غديرو هنا يا التأمين الإجباري للتقاعد إذن نكتفي بالقدر بالنسبة التقاعد ونمر الآن إلى نمر إلى التمركز الإداري والتوظيف الجاوي وارتباطه بالتوصيات اللي كانت جاءت بها اللجنة العليا للإصلاح الوظيفة العمية اللي الآن مبقاش كما قلت رولت مديرية تابعة للمالية اللي اسمها مديرية الانتقال الرقمي وإصلاح الإضاء إذن الآن الجميع يعني يتوجه نحو التوظيف الجيهاوي توظيف الجيهاوي وهذا التوظيف الجيهاوي يعني غد يمشي نحو اللا تمركز الإداري لا تمركز الإداري وفق يعني التوجه دياله هو وفق الجيهاوية المتقدمة إذن لا بدخص يكون هناك توظيف جيهاوي يكون يعني مؤثر قانون ويتم إحداث مناصب مالية قارة وشخصية باش ننفصل يعني يعني الرواتب المخصصة أو المناصب المالية المخصصة للموارد البشرية لهم هيئة التدريس أطر الأكاديميات أو الأطر النظامية للأكاديمية غير تابعين النظام إذن خاصهم يكونوا تابعين نظام موظفي الإدارات العامة أو يتخلق أحد المناصب مالية قارة تحدث في الوظف فينانس ديال 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 الملف وحنا تنشوف بأن غد تكون هناك إضرابات خلال أسبوع لأن الملف غد يتحل جاويا وكان غد تحدث مناصب مالية يعني يجب أن يتم التسريع بالإعلان على الإصلاح كيف غد يكون وكيف غيكون هذا الإدماج لأن الإدماج داخل الوظيفة العمومية لا نرى له يعني الآن الأغلبية ولا متقوش يتحدث عليه وحنا كنا عارفين بأن غيكون هناك متقولك التوظيف الجيهوي أو جيهوية قرار عنه استراتيجي انتهى الكلام فهم غايدين في التوجه ديال التوظيف الجيهوي وحتى النظام الأساسي الجديد ربما غد يكون هناك هيئة خاضعة للنظام ديال القديم ديال وظيفة العمومية أو نظام موظف الإدارة العامة وهناك هيئة ديال تدريس خاضعة لنظام جيهوي إذن خاص يكون هناك خلق مناصب مالية عارة وشخصية خيارة ديبوست بيجيت الاندي ديال استعمل مبقاش يعني يكون هناك يعني كما يتم تحويل اعتمادات مالية إلى الأكاديميات تحت مسمى المعدات و مصاريف أخرى ومن ما يتم تحويل ها إلى ذاك ورح نشلنا ما حدث بالنسبة للأكاديمي ديال بنين اللال والذي المراكش من تم خير صرف الحوالي ديال شهر عبريل إذن خاص لا بد بيش يكون هناك استقرار يعني مهني نفسي اجتماعي إلى آخره بيش يكون هناك إصلاح فعلي جدري للمنظومة التعليمية وباش الجميع ينخرط ويضمن يعني السلم الاجتماعي وميكونش هناك هضر مدرسي ويدمن يعني استفادة يعني التلاميذ من الزمن المدرسي ديالهم وميضيعوش يعني بهال إضربات المتكرر المسترسلة اللي هي مشروعة ديال الأساتي اللي نفرد عليهم التعاقض أنها مخصص يعني تقلسوا معهم وتقولوا لهم حل وتقولوا لهم لي كي كل صار حاش كي باش تنتهو من هل الأشياء خصوصا السناء على المشارف النهاية ديالها باش يكون هناك واحد استقرار ويكون واحد طمأنينة لأن نعرف نحن النظام الأساسي الجديد رغا يتنزل على كل حال يتنزل قبل من نهاية شهر يوليوز منقوش من أخذين وجذبين إلى آخيره وضحوا لناس شكرا و هنا نطقة كاملة في استشاكل بالمسار أنه رجل دولاء ورجل يعني حكيم وتعرف يقوم بالتدبير للقطاع وب هذه الحلول المبتكرة اللي قال يعلن عليها وينهي هذه المسائل نطقة نعرف بأن بالنسبة لنقابات إلى آخيره راوقعت واحد الهدنة سواء قطاعيا سواء داخل مركزيا في الحوار الاجتماعي راوقعت واحد الهدنة ديال ديالسل الاجتماعي لغايدهم من 2022 إلى 2024 كمرحلة أولا ثم مرحلة ثانية من 2025 إلى 2026 وأن هذه الميلفات كلها ستعالج وفق أجندة معينة مبرمجة في الزمان وفي المكان الميلفات سيتمشي يعني كما تم برمجته وراه ما يراجع وقال لك بأن راه درنا واحد 350 مليار بالنسبة للقطاع الحوار الاجتماعي ديال القطاع الخاص ديال القطاع العام عفوا ولكن دائما تيبقى هناك واحد اللبس واحد تعتيم ما تيقولوش لك ذرة صحافة إلى آخره وما يجيبوش يقولك 350 مليار وما يحدوش والسنتيم ولي درهم مع حدوش لك والسنتيم ولا درهم إذن نرجو أن يتم يعني حل هذا الملف ديال الأساتذة الذي نفرض على دين تعاقود و يعني تدويب هذا الخلاف باشتهم إن خارطوا لأن العنصر الأساسي ديال تنزيل أي إصلاح فهو الأستاذ فالأستاذ لما نخرج في هذا الورش ديال الإصلاح وما كانش عنده واحد استقرار مهني استقرار نفسي استقرار اجتماعي فلا أظن غيكون هناك شيء إصلاح كما تم برمجته ونحن نعي جيدا وباغين إصلاح ديال المنظومة التعليمية وفعلا سيشاكب بن موسى مصر وله النية وله الإرادة بأن ينزل هذا الإصلاح ديال المنظومة التعليمية كما تم برمجته وكما تم يعني رسمه برؤية استراتيجية ديال 2012 2015 2030 وب يعني تنزيل المرسوء القانون الإطاري 51 17 إذن نتمنى الخير للجميع ونتمنى أن يكون هناك قيل الملفات الخلافية وأن يتم إصلاح الأعطاب ديال المرسيم السابقة وعلى رأسهم نظام السجن 2003 كما جاء على لسان سيد رئيس الحكومة لغيب برسيون ديال المرسيم السابقة وينصف جميع الضحايا وعلى رأسهم ضحايا الزنزان التاسعة اللي تقاعدوا بالسلم التاسع اللي كانوا ضحايا ديال الشرط النظامي ديال 15 على 6 رغم أنهم تقيدوا بالسلم التاسع هو اللي دار في طور القيراد في 2003 تقيدوا وخرجت اللوائح من أجل ترقية منذ أكثر من ثلاث سنوات ترقية استثنائية وداروا فيها الكوطة وتقاعدوا وداروا فيهم الكوطة اللوائح تنشرت باش ترقاوا وتقاعدوا وداروا فيهم الكوطة وتقاعدوا بالتاسع من جاو تديروا التمديد في 2011 وداروا المراجعة من 2007 إلى 2010 للمتقاعدين كلهم دازوا السلام العاشر بدون إخدائهم إلى الكوطة في حين أن لتقاعدوا اللي كانوا ما الأصل لها اعتماد المادة 112 من 2003 إلى ما تم 2011 إلى 2007 لم يتم مراجعة ترقيتهم لم يتم تفعيل وضعيتهم الإدارية وبقاوا منسيين مقصيين إلى أن أوصلنا المظلومية بفضل الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر أصحاب الأياد النظيفة وتم الاعتراف بالمظلومية وسيتم إنصاف جميع ضحايا المراسيم الجاقرة وبه وجب الإعلام والسلام